يا ترى ليه الشخص السيء بيبقى احيانا محبوب اكتر من الشخص الطيب او المثالي ايه هي الحاجة اللي بتكون عند الشخص السيء ده بتخليه محبوب وجذاب بالشكل ده وازاي يمتلك الحتة اللي عند الشخص السيء ده اللي تخليني جذاب ومسيطر زيه كده من غير ما تحول لشخص سيء زيه النهاردة اقولك على ست صفات سلبية في علم النفس الاسود واللي بالرغم من ان هي سيئة جدا الا انها هتخلي الشخص اللي قدامك يشوفك افضل واحسن شخص عرفه وكمان هتخليه ما يبطلش تفكير فيك لكن قبل ما ابدأ خلينا نبعك لحاجة مهمة جدا انك لو مش هتعرف تستخدم الصفات دي بالطريقة الصحة وهتبالغ فيها يبقى ما تستخدمها ايش اول صفة هتخلي الشخص اللي معاك ينجذب لك ويفكر فيك وهي الاستفزاز ما تستغربش لو كنت شخص مستفز فانا بهنيك لان ده معناه انك شخص مش مملة ابدا لان الاستفزاز هو صفة دايما مرتبطة بالتحدي وتقدر بنفسك تتأكد من كلامي بص كده على صحابك القريبين جدا منك كل ما حاولوا ان هما يستفزوا شخص معين في القعدة او في الجلسة كل ما التحديات كترب منكم كل ما هتلاقي ان الجلسة او الصحبة بقت ممتعة اكتر بالرغم ان فيها استفزاز لان زي ما قلتلك ان الاستفزاز بيولد التحدي بيولد المتعة الشخص المستفز هو شخص غير ممل لكن بشرق بلاش تبالك في الاستفزاز بمعنى انك ما تستفزش الشخص اللي قدامك بحاجات ليه علاقة بشكله او باهله او بشغله تفدت تلت حاجات دول وهتلاقي ان استفزازك بقى هو اكتر حاجة بتجذبه لك طب استفزه ازاي يعني حركة بسيطة جدا تستفز زميع الشخص اللي قدامك وتخليه ما يبطلش تفكير فيك وهي المقارنة بمعنى انك تقارن الشخص ده بشخص تاني عايزك لما تكون مع الشخص ده اثناء كلامك معاه حاول ان انت تقول له ان انت معجب به جدا لانه شبه صديقك الفلاني قولي له على فكرة انت بتعجبني طريقة كلامك لانها شبه طريقة كلام محمد ابن عمتي او انت قول لها على فكرة انا بحب زوجك لانه شبه زوج تغريد زميلتي في الشغل وهكذا الفكرة هنا ان كل ما قرنت الشخص ده بناس تانية كل ما حسسته ان هو بالنسبة لك شخص عادي جدا وبان فيه منه نصح كتير زي وهي دي الحاجة اللي هتستفزه وتخليه بقعاز يتحدى نفسه ويتحدىك بانه هيتولد جوا الرغبة انه يكون شخص مميز في حياتك وده هيخليه طول الوقت يجري وراك عشان يزبط لك ده تانية صفة واللي هتخلي الشخص اللي معك يتعلق بيك جدا واللي انا متأكب مليون في المية ان انت اكيد فيك جزء من الصفة دي وهي الممطلة بمعنى انك تنواطل بمعنى انك دايما تأجل يعني خليك كسولي شوية في تنفيذ الحاجات اللي انت وعدت بيها لازم تعرف انك لو استعملت الممطلة والكسل والتأجيل مع الشخص اللي انت تعرفت عليه او الشخص اللي انت بتتعامل معاه فتأكد ان الشخص ده هينجذب لك جدا ليه لان الممطلة معناها انك شخص مش بندفع ابدا الكسل معناه انك ما عندكش مبالغة في التعامل مع الشخص اللي قدامك مش بتديله ايه معالية جدا وبتردش على رسائله بسرعة ما بتتفعلش معاه في شكل مبالغ فيه زي ما بيعمل معظم الناس عشان كده لو كنت عايز الشخص اللي معاك يتعلق به جدا ابدأ في تأجيل كلامك معاه ماطل ابدأ بانك تكون كسول في الرد على رسائله وخليك كسول في الرد على اتصالاته رد من تاني اتصال من تلت اتصال كل ما كنت كسول معاه كل ما ده خليه يتأكد انك شخص تقيل فلو انت اصلا شخص بتماطل في حاجات عادية فاستعمل موايبة المماطلة اللي عندك دي في علاقتك بالشخص اللي انت عايزه ينجزم لك وهتلاقي بي ينجزم لك فعلا يمكن يبان لك كلامي غريب شوية لكن اطمم الطريقة دي مجربة ومدروسة اما الصفة التالتة وهي الاسوأ لما بتباين ان انت احيانا شخص عندك اسوأ او انه غير متعاطف فده معنى انك شخص مش عاطفي لانك كل ما كنت عاطفي اكتر كل ما الشخص اللي قدامك شاف انه سعى للوصول ليك لكن كل ما حاولت انك تخبع وطفك فده هيخلي اللي قدامك يحس انك صعب جدا بالنسباله والناس بطبعهم بيميلوا دايما للاشخاص اللي الوصول ليهم بيكون صعبة مش سعى اما الصفة الرابعة اللي هتخلي الشخص اللي قدامك ينجزب لك ويتشدلك جدا وهي الورور لما تحس انك منجزب لشخص معين كل اللي عليك انك تفع على الصفة دي في شخصيتك وهي انك تكون مغرور شوية وده لسببين اول سبب انه الغرور هيخليك واثق من نفسك بشكل مستفز كمان الغرور هيجبرك انك ما تقللش من امتك ابدا عمرنا ما شوفنا شخص مغرور وفي نفس الوقت عنده ويقول انه يقلل من امته صح فالغرور هيخليك ما تندفعش ابدا تجاه اي شخص لانه هيخليك تحافظ على امتك هيخليك تحافظ على المكانة العالية اللي انت اديتها نفسك وهيخلي الشخص اللي قدامك ينجزب لك بس بشرط مهم جدا بلاش انك تستمر في غرورك ده طول الوقت استعمله بس في البداية لكن بعد كده اتخلع عنه لما تلاقي ان الشخص اللي معاك بدأ ينجزب لك والعلاقة بينكم باية كويسة الصفة الخامسة ودي صفة صحيئة جدا لكن للأسف احيانا الناس بتنجزب لها وهي انك ما تكونش جد في علاقتك مع الشخص اللي انت معجب به وده هيخليه حاول انه يخليه جد معي لازم تعرف معلومة مهمة جدا وهي انك بمجرد ما تبدأ تأكد للشخص اللي انت عايز تدخل معه في علاقة انك جد جدا فده معناه انك بتحاول تخليه يخضع الالتزامات نحيتك يعني اذا وضحت للشخص اللي قدامك انك عايز تدخل معه في علاقة جد فده معناه انك عايز منه انه يكون والتزم تجاهك بحاجات كتير جدا معناه انك عايزه يسأل عنك باستمرار انه يكون جمك انه ياخد خطوات رسمية عشان يحصل جواز يعني جديتك معاه معناه انك بتحط الالتزامات فوق الشخص ده وده هيخليه حس بالضغط زيت كمان انه هيخليه حس ان انت خلاص بقيت مضمون لكن لو من وقت للتاني بينتله ان انت مش جد في العلاقة بينتله ان انت احيانا العلاقة دي ما تهمكش فده يخليه يرتاح لك جدا ليه لانه مش هحس ابدا بالضغط وهيحس انه عايز يحافظ عليك لانه شايفك مش جد معاه فهيحس انه لازم يخليك جد معاه واذ ده على نفسك هتلاقي نفسك تلقائيا لما بتحب شخص معايا بتحس انك عايزه يكون جد معاك وكل ما الشخص ده كان بيتهرب منك او بيتلعب فبتلاقي نفسك عايز تجبره على انه يكون معاك في علاقة لانه هيبقى عندك هدف فعدم جنديتك في علاقتك مع اي شخص بتخليه يكون عنده هدف واحد وهو انه خليك جد معاه طب ازاي ما تكونش جد معاه سؤال جميل بس ما تستغربش بالاجابة عشان يحس انك مش جد معاه لازم تحسسه ان انت احيانا شخص متلعب يعني من وقت للتاني انكر بعض الوعود اللي انت اندتهاره اتهرب من بعض الحاجات اللي طلبها منك وهنا هتلاقي بدأ ينجزم لك لسبب واحد وهو انه هيحس برغبة في السيطرة عليك ويزدع لنفسك برضو لما بتحس ان اللي قدامك بيتلعب بيك فده تلقيم بيخليك تحس انك عايز تسيطر عليك تقلب عليك التراويزة لكن اللي مش واخد بالك منه ان ده تلقيم بيخلي تركيزك معاي زيد ويجبر فلما تبين من وقت للتاني انك متلعب فده معناه انك شخص عندك خبرة وده يخليه يحاول السيطرة عليك وبالتالي هتلاقيه بقى بركز معك اكتر اما الصفة السادسة وهي الاهمال الاهمال للاسف بالرغم من ان كلنا بنقراه الا انه في اوقات كتير بيكون سبب من اذباب انجزاب اي شخص ليك لانك لما بتهم الشخص معين فانت كده بتتميز في حياته انت كده بتكون مختلف لان معظم الناس اللي بيتعرفوا عليه هتلاقيهم بيهتموا بيه جدا فلو كان الشخص اللي معك حاسس انك مهتم بيه طول الوقت فده يخليه ملي جدا منك لكن لما تهمله فتلقائيا هتلاقيه دخل في مرحلة الخوف من انه يخسرك هيدخل في مرحلة انه حس بالفضول تجاهك ليه لانه هيددى اسأل نفسه يا طرى ليه بتهملني كده يا طرى لقيت حد غيري وهتلاقيه بيحط سيناريوهات وفرضيات كتير جدا الفرضيات والسيناريوهات دي هتلاقيها بتشتغل لصالحك هتلاقيها بتشتغل لصالحك انت لانها هتخليه اهتمي اكتر فلما تلاقي الشخص اللي معاك بدأ ما يهتمش اهملك وبس هتلاقيه بدأ انه يرجع لك بسرعة جدا طب ايه هي الطريقة اللي اهمل الشخص ده بيها الطريقة هي انك تستخدم برضو صفة سيئة جدا وهي صفة التهرب يعني تنسحف فجأة اختفي اختفي المودة اسبوع وهنا هتلاقيه بدأ انه يفرد صوابه لانك انسحب لانك هنا هتكون بتأكده انك تقدر تستغنى عنه وفي اللحظة دي هتلاقي انه هو بدأ يتمسج ميك اكتر لان محدش مننا يحب يحس انه هو بيتساب وفي نهاية الفيديو حاب افكرك ان الصفات اللي قلتها لك دلوقتي دي هي صفات سيئة جدا لكن في نفس الوقت هي جزابة جدا لبعض الناس فكل اللي عليك هو انك تستعملها بالطريقة الصح والطريقة الصح هي انك ما تبلغش فيها